السلام عليكم حبيباتي انتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم ما كتشوفوا هاد الفيديو اليوم اجيتكم بواحد الوصفة رائعة وناجحة مئة بالمئة ديال السوس كاراميل اللي كان نستعملها في بزاف ديال الحلويات واللي ان شاء الله غا تكون معاكم ناجحة من اول تجربة كيم موقع بالنسبة لي انا اذا هنا يكن اخدوا واحد المقالة اللي هي تكون مكتل السقش بطبيعة الحال او لشي كاسخو اللي يكون مكتل السقش وكان ديرو المكونات اللي هي عبارة عن كاس عنبا ديال ساندة ونفس الكاس ديال القياس اللي اخديناه كان عبرو به كاس ديال الحليب ومعلقة كبيرة ديال الزبدة وطريطقة ديال مليحة اذا هنا يا وكنت وريتكم باللي العافية راها متوسطة شوية ما هيش مجاهدة وماشي خافتها بزاف كان خليو السكر ديالنا يبدأ كيدو بطبيعة الحال في هاد المرحلة ما كان حركوش بشي معلقة نهائيا كنخليو السكر حتى كي بدا يدوب بوحده هنا يا حاولت انا نسرع الفيديو حيث ما بغيتش يشي طوال بزاف في نفس الوقت ما بغيتش نخليش مرحلة ما صورتهاش هنا يا سكر ديالنا شوية بدا اللون ديالو كيتبدل وفي هاد المرحلة هادي من جنملي كي بللين شوية بدك يدوب واللون ديالو كيتبدل هنا فين موكين انا ننحركوه باستعمال واحد الملعقة خشبية علش ملعقة خشبية باش سكر ديالنا ما يتحجرش وباش ما يقصحش باش ما يقصحش لنسكا دونك تنحركوه مزيان حتى يدوب دك سكر كامل و تندمج العناصر بيناتهم ما كنوقفوش بطبيهة الحالة للتحرك يعني هو كي اخد دك اللون الدهابي و احنا كنحركو بديك سباتول و ما كنتوقفوش باش سكر كامل يدوب دونك احنا هي لكتلاحظو رعا السكر بدك يدوب مزيان و اللون غاديو كيغمق شوية بشوية يعني كي يولي دك دهابي شوية مغلوق ماشي مغلوق بزاف و انما ببدا كنحسو بي انه بدك يتبدل فهذا المرحلة تقريبا بده واحد تستير و كي تكون عندنا يعني تأكدنا بلدك سكر كامل راه داب و باللي راه يعني ما بقاتش هنا واحد الحبيبات كنزيدو واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة و ديك المعلقة كبيرة ديال الزبدة نحاولو اننا نبعدو عينينا شوية لانه ممكن تطير علينا شي حاجة الله يحفظ وتحرقنا و كنحاولو نحرقو مزيان دائما بملعقة خشبية حتى كتندامج ديك السكر و الزبدة مزيان 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 ما كنتوق اهم حاجة فهد الكارامل انا من توقفوش على التحرك و من غفلوش عليه نهائيا لاننا ربما غير نتوقفو على التحرك واحد شوية كي بديت تحرق من جنال و كيعطي واحد المرورة يعني التايلة دركتي الامر و دوبتي كتبقى ديك المرورة شوية مزويناش انا هيا كنوريكم الزبدة اللي اختيت ممكن ناخدو الزبدة عادية او لها كمارغارين اللي كنستعملو الحلويات او للمعجنات كيما قلتلكم كنستمرو في التحرك المستمر دائما حتى كتنزج عندنا العناصر كلها و كيولي عندنا واحد الخليط اللي هو مونساجين مونساجين بدينا كنحسب الكارامل اللي نبدك يتكون و بدك ياخدو واحد اللون اللي هو تقريبا بني فاتح او لا ذهبي مغلوق اذا حبينا نسميوه هكا فهد المرحلة هادي من اللي كيندبجو العناصر مزيان كان بعدو عودتاني وجهنا و عينينا مزيان حيث هد المرحلة خطيرة جدا و كنزيدو الحليب شوية بشوية الى التحجر لكم ما تخافوش را عادي جدا يعني هدا لا يدول على انا الوصفة مانجحت شلينا عادي جدا من بعد ما كنضيفو ذاك الحليب الخليط ديال السكار كي بدي تحجر او لكي تحجر لكن مع الحرارة را غادي يرجع يولي سائل و غادي يرجع غادي ترجع العناصر كل ها تندمج مع بعضيتها و ما كنتشي مشكلة يعني ما تخافوش من هاد القضية ديال انه يبان لكم السكار را هبدكيج را عادي جدا غير كي ما قلت لكم دائما ما نتوقفوش على تحرك المستمر نقصو العافية باش ما يتحرقش لنا السكار و نتخافو نحركو باستمرار وبدون ملل هادي اي اهم هاجا فالنجاح ديال الساوس كاراميل و في الحق انا كنفضل انه ينطبر واحد عشرة دقائق ونوقاف ونقاد دولراسي و لانه ينمشي نشريه مثلا في الاسواق التجارية بواحد خمسة وعشرين ولا ثلاثين درهم الله كي ما فيه تجحة ما فيه كسلح لي بو كسكار حشوما حشوما لي تضيع لا لي تضيع كنحرك تنحرك مزيان تقنى و جعلنا نصير كلها مع بضيتها كي ما قلت لكم اللي كتمل ما تنصحاش بهاد الوصفة مهم ما خسكيش اسمي لي لابغيتي السوس كاراميل و نخليه كي غلى و كنحسبو لي واحد ثلاثة دقائق مثلا دائما نرمهيلا كنحسبو تقريبا واحد ثلاثة دقائق وهو هكا كي غلى وهو ها هو جاهز عندنا سمحو لي يا لبنات واحد المرحلة تحيدت لي حيث هاد الوصفة كنت صورتها بالتليفون واقلا سيبريميها لي يا ولدي المشاكس ضون كل مرحلة انه من بعد من كي غلى واحد ثلاثة دقائق كنزيد هديك الثلاثة قادية اللي ملحة اللي قلت في الأول هاي يا زدعو ما بغيتهاش في الثاني و المرحلة اللي قلت لكم ما تصورتش لي هي انني هاد الخالط هادا من اللي طفيت علي الزيتو و صفيتو وهدي مرحلة جد جد مهمة باش كي يجينا فعلا ذاك الخالط متجانس جدا يعني باش تكوني متأكدة باللي انا كي نجحتي الوصفة انا ملي عاوت الوصفة مرارا وتكرارا ما بقيتش كان نصفيه ولكن في الول و انا كن ندر الوصفة كان نصفيه باش ما تبقى لي تشيحوا بيبات و باش نتأكد بلي الوصفة ناجحة مئة بالمئة و ان شاء الله نتادروا واحد الحلوة تركية رادي ندرها بهاد السوس كراميل رائعة و ناجحة جدا جدا من اول تجربة ان شاء الله اشتركوا في القناة